تبعين حلقتنا بفاميلي مع دكتور كارل سعادي أحلى صرفيكي دكتور نحن رح نحكي موضوع مهم اليوم عن الوالد يلي مفرط بحماية أبنائه صحيح ليش الوالد بيقدري يكون هاك هلا اليوم تنبلش بار ديفينيسيون يعني إذا بنا نجرب شوي نفسر شو يعني الإفراط بالحماية بس نقول كلمة حماية يعني فيه خطر فيه كونسابت الخطر الدانجير اللي هو شايفه بالحياة دجا بلشنا بالمشكلة شوي نحكي عنا كيف هالولد عم بيبلش يخلق بجو مفكر أنه هالعالم هو فيه مخاطر كتير هون الحماية الوالد خاصة نحن اليوم عم نحكي عن الوالد اللي بيحاول يجنب أولاده أي مخاطر أي تدعيات سلبية لأي تجارب ممكن يمروا فيهم بحياتهم ممكن يلبس ثوب الحب اللامتناهي والأنكونديشنال لوف للولاد وهالتفاني بحب أطفاله ولكن أوقات كتير كمانا ممكن يلبس ثوب الكلك والخوف والترهيب أوقات للأطفال طيب شو اللي بيخلي الوالد يتصرف هيك؟ طبعا اليوم في عدة عوامل يعني بس مننا نحكي عن ماضي معين أو أنا منازي استوار برسونال عند الشخص ليش بيوصل حتى يكون أوفر بروتكتف منشوف بطفولته أولا في عوامل جينية على مستوى شخصيته بتخليه أنه يكون كلك أكتر من غيره عنده نوع من الكلك كمانا بيترافق مع هالحب اللي عم يعطيه لأولاده وطريقة التربية اللي هو تلقيها ممكن كان فيها كتير إما الإكسترام إما الإهمال اللي كتير لشخصه وحاس حاله وكأنه هو منه شخص محبوب بهالعيل كفاية ومحتمه فيفا بالتعويض الكمانا بطريقة كتير إكستراميس ممكن يكون عم يعود لأولاده بهذه الطريقة بالخوف أو حتى الأهل اللي خافوا كتير عليه اللي حميوه كتير اللي تعود وتعلم نحن اليوم نأمن أنه الولد بيتعلم يربي شخصيته ومش بس باللا وعي كمانا بالوعي يعني بيشوفوا بيعمل إدانتيفكاسيون على الصور اللي محيطة فيه مثل ما قلت عن السبب المرتبط كمانا خاصة بالشخصية يعني للأمر الجينية أو في حدث معين الحدث اللي ممكن يأثر على الوالد بسبق بعد الوقفة رحمة الله متابعين حلقتنا ومتابعين فاميلي مع دكتور كارول السعادة وعم نحكي عن الوالد المفرد بحماية أبناء وكنا حكينا أنه فيكون لسبب جيني أو لسبب حدث معين صار بحياة الوالد أحداث متتالية أو أحداث متتالية أثرت عليه فيها تكون بطفولته بمرعقته طبعا بشبابه ممكن يكون هالحدث مثلا خسارة حدا أو أذية حدا عن إهمال يأثر عليه أكيد أكيد حيالة كارنس أفكتيف حيالة شوك حيالة تروماتيس معيشه الوالد فيما يكون هو مسؤول عنه أكيد وفي خسارة البيت كمانا أوقات كتير بيكون هو ربي وما شايف صورة الأب ما عمل إدنتيفكاسيون على صورة الأب وخاف كتير بحياته أنه هو بس يصير أب كمانا ممكن أن أولاده يخسروا باللواعي يعني فيها اللينك اللي ممكن عمله فهو بحاول يحميهم كتير وإذا الموجود كل الوقت بحياتهم كطريقة تطمين هو عم بيطمن حاله فيه أنه أنا موجود يعني بيكون عم بيطمن نفسه أكثر ما عم بيطمن أولاده بطريقة لوعية أكيد أنه هو عم بيطمن حاله أنه ما فيه مخاطر ولكن الفكرة الأساسية اللي موجودة باللواعي عند هذا الوالد هي أنه الحياة كلها مخاطر لازم أنا جنب أولاده قدمة فيه المخاطر هون في عدة ثيني ببينه على الوالد أولا منشوف أنه شخص ما بيخلي كتير الولد يعيش الخسارة ويعيش الفروستراسيون أو الكبت يعني دايما نمأمنين له لهذا الولد أنه هو ما يحس بمشاعر سلبية من جنبه أنه يزعل يغضب منرفض هالبارت الأماني اللي هي مفروضة تكون يتقبلها الولد شوي وشوي دونك من جنبه الخسارة من جنبه الكبت من جنبه المشاعر السلبية الوالد اللي بيأمن لابنه دايما الأصدقاء والأجواء وحتى بيدخل باختيار أي تجربة بده يعيشها هالطفل بحياته هون أكيد أنه الولد بده يرسم بزهنه صورة معينة وأنماط تفكيرية ومعرفية عن الحياة اللي هي ما فيها خسارة اللي هي دايما سهلة اللي هي ما منتقبل فيها الكبت والمشاعر السلبية اللي ما لازم نسعل ما لازم نقلق وهون أكيد منبلش نحكي عن المشاكل والكونسيكنس لها لطريقة الحماية المفرطة هل بيعمل نوع من ردة الفعل بتخليه تصير ما بيتفاعل مع طلبات أهله أكيد هون المراحقة ردة فعل بعمر صغير ممكن يعمل هاي رياكسيون بعمر صغير أكثر هلأ الولد بطبيعة الحال هو بعمر 3 إلى 5 سنين يعني أوقات قبل شوي بيمرق بهالفاز ديونون اللي هو كل الوقت رافض وكل الوقت ما بده أنه يخضع لأوتوريته بعالأهل ولكن منرجع منمرو بهالبريود دولاتانس شوي اللي ريئة قبل الفوعة الكبيرة اللي هي بالمراهقة هون بيبين كل الاشياء اللي الولد ما عيشه بطفولته واللي مجبور يباليش يعيشه بالمجتمع مع أصدقائه بخسارته لأمور معينة خسارته لعليقات معينة التجارب الصعبة اللي جنبوية بطفولته كلها القوعة ولقى وبعدين ومش وقتها وانتبه كل الوقت هالأمور رح تخليه أنه أولا يتعارض مع هالأفكار اللي جاي من الأهل لأنه هو مراهق ولكن ما يعرف كمانا يختار ويعمل تجاربه بحق المراهق لأنه رح يطلع بيخاف أكيد يعني كل الوقت بده يكون ببيئة حاضنة وحامية بوقت الحياة منا هاك على كل حال هيدا الشيء فيه مش بس كمان يتطبق على الأهل أوقات المدرسة بتبقى كتير حاضنة للولد فكمان بس يفوت على الجامعة بيعمل بيعمل كمان فوتوا زبطوا هالميكروفوتو بحاجة نعمل الحيال ونتبه نبين عادي بقى الخبرية أنه القصة كتير كتير مؤسرة وطبعا الوالد ما عنده أي شيء سيء تجاه ابنه أو أي شيء يعني مثل ما قلنا بيكون بالانكونسين أو باللاواء يتطبعه عم يعمل هيدا الشيء وما بيكون أوقات عارف بس فيها تروح دكتور الأشياء من أشياء بسيطة خلينا نحكي كمان على مظاهر كيف الوالد بيكون مفرط بالخبرية يعني وين فينا نقول أنه مفرط يعني اليوم بقى أقلأ أمور عم بتصير بحياة الولد إذا فات يمكن يهتم بالولد بالشاور طبعا ويمكن عم بحمم ابنه منحس أنه وعد دقب الماء ينتبه وعد تصحات بجانبه أنه يطلع الولد من هالأكسبرينس اللي كتير بسيطة ويومية حاسس وكأنه هو يطالع من شيء شيء كتير خطر بحياته اليومية إذا بده يطلع البسيكلات إذا بده يلعب انتبه ما توقع انتبه كل الوقت وكل الوقت عيونه يعني الولد اللي مفرط بالحماية كل الوقت يعني ويعي أكتر من غيره على التفاصيل وبجانبه يعني قبل بوقت قبل ما تصير الأمور بيكون قرادة هو عطاء أو الجواب لأسئلة ممكن ينسأل الولد أو الحماية من تداعيات ممكن يعيشها وبالعكد مفروض يعيشها أوقات الولد يعرف كيف يتعلم على أوقات بالمدرسة اليوم كمانا فتحوا المدارس منشوف الأهل السور بروتكتور يعني والوالد كتير بيتدخل به شو عم بيصير مع الولد بالمدرسة وكتير بيتصل بالمدرسة يعني هون التواصل عند أقلة شغلة نشوف الأهل اللي بروحوا وبيحكم على المعلمات باللي صار وهو بيقدر يمر بطريقة كتير عادية كمان هاي دي مئزية يعني لأنه إذا عم نخرق اي عم نخرق وكمان إذا المعلمة قطع على ما اسمعه بدون انتباعا تقول هاي دي بيضلوا أهلو يدقوا ايه أكيد 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 الولد بيعرف أنه أهلو يتبر بروتكتور بحس بالوعي وباللاوعي لأنه الخوف خوف البي وخوف الأم يعني أكيد ومنها شغلة ضرورة يحكوا فيها بتمر كتير وغالبا ما بنرجع منشوف شخصيات مراضية معينة ممكن توصل للبرانوية يعني الشعور بالاتهاد والخوف كل وقت من العالم القلق واتسدرة هلا نحنا كم بدنا نقول أنه نحنا عايشين ببلد كله قلق وكله خوف وكل يوم في شي حزن بفاجئك حدث بصدمك يعني نوع يعني نوع الخوف اللي عندنا هو حتى أصلا يعني بدي يكون موجود بيكونش الأهل بلا دم وبلأ إحساس إذا ما كان عندهم على القلق هيك تنصفهم يعني عم نحكي مش بس على القلق على الطفل الصغير على أهل على أولادهم على أولاد أولادهم يعني الأهل يلي بيقطعوا بلبنان ما حدا ما في أهل بيقطعوا بالعالم طيب حكينا عن عن الوالد المفرد بالحماية خلينا أحكي عن الأم يلي هي واعية لها الموضوع هيدا وهلا بكل الأحوال الأم أكيد تكون حامية للولد هذه طبيعتها يعني هذا واجبها كمان الإنساني ولكن ما تروح على الأكسترام خلينا نقول عن الأم يلي ما عندها إفراط بالحماية للولد كيف لازم تعالج هالمسألة هيدا أكيد هون هذا شيء كتير بوزيتيف أنه ما تكون الأم كمانا أوفر بروتكتف وكمانا كتير أكاليكا لأ أنه ساعتها ما نصير بمشكلة دوبل يعني هون الأم ممكن تعمل شوية بالانس تخلي الولد شوي يعيش تجارب معينة يخسر يبكي يزعل كل هالأشياء يقلو يقلو يوقع يعني يعرف يخسر باللعبة ما يعرف يجاوي بينبش على الجواب كل هيدا يزهق هيدا الشغلة كتير مهمة الولد لازم يزهق كمانا مش نظلم أمنين له كل الوقت الاكتيفيتز بده الكرياتفيتز طبعه كمانا يشغلها طيما يطلع ديباندان وهالأده كل الوقت بده مين يقلو شو بدك تعمل هون الأم أكيد دورة أنه توعي شوية البي أنه أكيد هو من كتر حبه وكتر هالأده عطاءه أوقات فيها الخطر الصغير بالحوار بالتوعية بأنه تجارب قد ما فيها هي تعمل له كمانا على الولد هالمسيحة من الحرية اللي بيكون فيها شخص هو منه ديباندان من أهله كيف الوالد لازم نوصل له الفكرة أنه هو عم بيكون مفرد بحمايته لأبنائه طبعا هون تختلف الأمور بشخصية من بين شخصية الوالد قده هو قادر على الأوتوكريتيك قده هو منفتح على السقافة ويشوف شوي حاله هون تختلف الأمور للأسف نحن مش دايما فينا نلاقي كل الحلول أوقات من نقدر نغير ولما ما نقدر نغير منكون عم بنربي هالشخصية الديباندان الكولاقية اللي بتجرب ما تعمل إكسبرينسات جديدة وموجودين كثير بالمجتمع لأشخاص الأو سي دي اللي عندن أو سي دي يعني كمانا اللي عندن وسويس كهري لأنه كان في كتير هالألة وكل هالأمور موجودة يعني نحن قد ما فينا منوعي وقد ما فينا منجرب ونترك العلاق على كان بالشخصية الويد يعني بيكون مفرط بالحماية هل هو شخص حساس طبعا أكيد شخص كتير حساس شخص يعني اليوم الحساسية هي ضرورة تكون موجودة عند الشخص وقالا ما فيه وتعاطف مع الآخر يعني نحن ما عم ندين هالصورة بالوالد ولكن إفراط بالحساسية كمان بتضره لقاله يعني هو عايش بالقلق كل الوقت هو حسس بالمخاطر كل الوقت هو مش واسق بالحياة شوي هو ما عايش بتفولته هالحرية هو شخص مكبل بالخوف من هيك هو عم بيكون هل هو متملك في كون متملك على البنت أكتر لأن في كتير دراسات صارت على دجا صورة البنت اللي هي بحاجة للحماية يعني اللي هنا ترسوب موروثة موروثة بطريقة لوعية وبعدها موجودة بالرغم من أنه كتير أوقات الأمرأة انتفضت على هالأفكار ولكن بعدها موجودة وخاصة بينزيد عليها هالأوديب يلي هو بيربط البي بنته ممكن يكون كتير أوفر بروتكتف ويوصل لدرجة التملك ويجرب كمانا بمراحل معينة أنه بلا ما يقصد وبلا ما يوقف بحياته العاطفية يعني تعتبر أنه هي ما لازم تخرج عن إطار حمايته لألا عن مساحة حمايته لألا أو بترجع بتنبش على شريك بتنظر منه هالحماية ما بتلاقيها لأنه بطبيعة الحال هو ما رح يكون مثل البي وبتبلش هنا مشاعر بأنه ما بيحبني كفاية أنه ما عم يحميني هالأدقة باية أو هنا كمانا ممكن تفوت بمشاكل علاقة فيها سوميسيون يعني الامرأة اللي هي كتير خاضعة وبتقبل بحيال لشي تحت شعار الحماية الزوجية أو الرجولية الوالد حدية الإفراط بحمايته بتختلف بين ولد وولد مع ولد جديد بتخف ولا بتقيل ولا كيف بكل الدراسات اللي صارت على العدد الأطفال الأم والباية اتناينات ون عندهم كتير ميول أنه يكونوا كتير عم يحمل الولد الأول البكر وهي دي شغلة معروفة دي جا صارت وهلأ أكيد المستمعين بيعرفوا بقارنوا شوي بين ولدهم الولد البكر أنا كمان الولد البكر بيحمل كل بيحمل تجارب الأهل اللاوعية اللي رجعت وعية بس صار عندهم ولد تجاربهم مع أهلهم بيحمل قلق وعدم معرفة على التصرف بيحمل كل المخاوف اللي الأهل عندهم إياها وغالبا ما بيكون هو ولد قلق أكتر من غيره بيعتلهم أكتر أوفر تنكر أكتر عنده كل هالأمور اللي ممكن تعزبه شوي بالحياة مليون بالمليون في شي كلمة هيك حبت تقولي للأهل عن نحنا أكيد متفهم أنه الأهل واجبهم يحموا أكيد ولادهم ونحنا عايشين مثل ما قلنا ببلد كتير صعب وبيعرد كل إنسان مش باشت الأولاد لمصير ممكن يكون سيء كيف ننتعاط مع كل هالمشهدية هايدي ونكون حريصين على أنه ولدنا يكون عنده طفولة حلوة ما يحس فيها بهذا الضغط الجاي من البيت من خليني أقول مش إفراط بالحب لأنه منبع هالحماية هو العاطفة اليوم فيه كمان يمكن شوي أخرج عن نطاق كتير العلمة والنفس ولكن فيه الإيمان بالحياة والإيمان بربنا والإيمان بالحام كمان المفروض أنه يعني نكون عم نعيشه بحياتنا الحياة وقدرت الولد قدرت الإنسان هو كشخص نخلق على هالأرض كتير أقوى بكتير على تأكلهم وعلى أنه يشفي حاله وعلى أنه يفوت بمصاعب ويرجع يطلع منا هون منحكي عن المرونة اللي عنده إياها الإنسان بطبيعته ولازم نأميله إياها فإذا ما تعرض لتجارب سيئة بحياته مش هيتعلم كيف يطلع منا ويرجع يرمم نفسه والإيمان بالحياة اليوم بيقولوا يعني أكيد أولادكم ليسوا لكم أبناء هالحياة وإيماننا بالحياة هي أهمة نقطة وإيماننا بولادنا وقدرتهم كمان مع هالفكرة المهمة كتير وهيك بتحصم يمكن كل هالهم يعني بيقولوا لقلوا عمر ما بتقتلوا شدي مش هيك يعني فيه أشياء نحنا ما بنقررها لو قد ما اشتغلنا وحطنا نحنا نتمنى أن الحياة تعطي أجمل شيء لألنا ولولادنا ولكل الناس بس فيه خط بالحياة صعبة نقف بوجه ومتمنى أن هالخط ما يعطي إلا الخير والصحة والنجاح وعلى هالأساس بتقيد لازم الناس تربي شكرا كتير لأريكوكتر أهلا وسهلا فيك معنا نحنا رح نتابع حلقتنا مع رياضة وغاتفت